في الرياضة فاز منتخب أوكرانيا لكرة السلة على نظيره الإسباني في مباراة التأهل لكأس العالم 2019 بنتيجة 76 مقابل 65 منتخب إسبانيا الذي احتل المركز الثاني في التصنيف العالمي بعد المنتخب الأمريكي لم يستطع مقاومة التشكيل الأوكرانية التي تعتبر الأحسن في تاريخ البلاد ركزة المنتخب الأوكراني اللاعبين أليكسيلين وسفيتوسلاف ميخايلوك المحترفين في الدول الأمريكي أظهر قوتهما منذ بداية اللقاء ورغم تقدم الإسبان مرتين إلا أن المنتخب الأوكراني عرف كيف يحرز المزيد من النقاط مع دعم جماهيري كبير في قصر الرياضة بالعاصمة كييف الوافد الجديد لمنتخب أوكرانيا ميخايلوك كان الأكثر تسجيلا من خلال إحرازه 22 نقطة أبناء المدرب يفهيني مورزين يواجهون خارج ديارهم فريق الجبل الأسود في 17 سبتمبر مشاعر بلا حدود للمرة الأولى نعود ونكسب انتصارا أمام فريق جيد مثل إسبانيا الذي لم يخسر مباراة واحدة بشكل عام كان الأمر رائعا خاصة أمام الدعم الجماهيري الكبير والذين كانوا بحق اللاعب السادس وبدونهم كان الأمر صعبا كنا أقوياء جسديا أعتقد أنه كان من الضروري الاستمرار بنفس الروح من أجل الانتصار وهو ما حدث نحن راضونا عن اللاعب الجيد للفريق نحن سعاداء بالفوز لقد فعل اللاعبونا كل ما في وسعهم من أجل الفوز والانتصار في نهاية المباراة وقبل عشر ثواني تفوقنا بفارق عشرة لأن المباراة بأكملها كانت زائد خمسة ناقص خمسة في نهاية المباراة أدركنا أننا نحتاج فقط لإنهاء اللعبة بشكل صحيح موسيقى